هنتقل إلى معسكر منتخب مصر لمبارتاي السنغال ينطلق إن شاء الله يوم الأحد المقبل بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله لمنتخب مصر في مبارتاي السنغال الفترة ما بين 25 و 29 في مبارتين مهمين جداً وصول للكاس العالم مهمين جداً جداً تمناتنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله للتوفيق لمنتخبنا جهاز الفني هيعلن غداً السبت عقب انتهاء مبارات الزمانك والأهلي وبرمز في البطولات الأفريقية يعني عن الأسماء اللي هتختار لهذه أوهاتين مبارتين القائمة هتضم 23 لاعب بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله مستر كيروش وضيا السيد ومحمد شوقي وعسام الحضري وكل أفراد الجهاز المعاون إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله منتخب مصري الناشئين بتصدر بطولة شمال إفريقيا بتسع نقاط من فوز طبعاً 2006 بقارة الكابتن محمد وهبة فاز عن مغرب 1-0 ودورة شمال إفريقيا المقاومة حالياً فيها الجزائر تصدر ترتيب الدورة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط شهد لقاء مصر من مغرب جمال علام طبعاً رئيس تحاد المصري كرة القدم وكسب المنتخب المغربي أيضاً وكان قبلها كان كسبان المنتخب التونسي وأيضاً فاز على نظيره الليبي 4-0 بكده تصدر المنتخب الناشئين بقيادة محمد وهبة وطبعاً عصام عبدو الترتيب بتسع نقاط من ثلاث مباريات اليو سي سي يعلن عن قائمة السنغال النهائية لمبارتي مصر لتأهل لكأس العالم والقائمة قدام حضراتكو ضمت نين حراس جوداد اليو فاتي حارس كازاسبور السنغالي بعد خروجه من القائمة من قبل يكون بديلاً لجوميز أيضاً على فكرة ضمت كل عناصر مع غياب الحارسين الثاني والثالث تم استدعاءه الجديد هو يوسف سابالي لاعب بتيس الأسباني والقائمة طبعاً إدوار مندي ألفريد جوميس السيني ديانج وبو نصار ساليوس السي كاليدو كلوبالي عند عبدو ديالو يعني عبدالله سيك بلو توريه يوسف سابالي ده اللي هو اللاعب بتيس اللي ضمه جديد شيخ القواتي مطار صار أيضاً كلهم ما شاء الله عارف يعني أقول لكم الأندية بقى اللاعب معنا يعني بقى تشيلس طبعاً إدوار مندي ده أحسن حارس في العالم بو نصار بقى المونخ الأندية كبيرة يعني عندك نابولي إيطالي اللي هو كاليدو كلوبالي عندك ياسيدي ميلان الإيطالي بلو توريه فودي بلو توريه عندك الالبتيس قنة مارسيليا بابي جاي عندك ريستر سيتي ميندي اللعيب كويس قوي ميندي ده عندك باريس سان جرما إدريسا جانا جاي عندك مصطفى نين باريس افسي الفرنسي لا كلهم ما شاء الله يعني بطبعاً ساد يوماني بقى طبعاً ده الكينج يعني بتاعه بليفر بول الإنجليزي إسماعيلة سارة ده من اللعيب كويس واتفورد الإنجليزي كلهم ما شاء الله يا جماعة في أندية محترفة لكن إن شاء الله بإذن الله يقدر منتخب مصر بإذن الرحمن يتوج به الوصول لكأس العالم إن شاء الله بإذن الله وتميناتنا التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله القرعة بتاع الدور الأبطال ليفر بول يواجه بنفيكا البرتغالي يعني كل المباريات الحقيقة فيها نوع من البالانس شوية ريال مديد مع تشيلسي دي أقوى المباريات طبعاً يعني حاجة شو بقى تخل مع أنشلوتي حاجات كده فاكهة يعني ليفر بول مع بنفيكا تمنياتنا التوفيق لأبو صلاح إن شاء الله منشستر سيتي قددتكم مدريد ده برضو حاجة جمدة جداً يعني اتنين مداربين كبار برضو باير مونيخ وفيها ريال دي ممكن أسهل المباريات بالنسبة لباير مونيخ بعيني فيها ريال تيم كواس لكن بيتفوق طبعاً أكيد باير مونشن على فيها ريال بالتأكيد بعمل التاريخ والخبرات يعني